انا موجود في منطقة الاغورا العليا في افسوس العليا وهذه الاغورا اللي هي طبعا الساحة المدنية او السوق العام كان السوق المدني السياسي واللي كان بيسكن في هذا المكان اللي بيحمل الجنسية الافسوسية لانه كانت الناس تيجي من الميناء ميناء افسوس وكانت تقضي وقت وين المكتبة والمسرح الروماني والشوارع القديمة او الاغورا بتاعة المرفق بتاعة الميناء بتشوفوا عدة ابنية جميلة في هذا المكان اللي بتورجي عظمة روما في تلك الايام افسوس كانت تعدادها 300 الف نسمة والرومان جاءوا بحضرتها الى هذا المكان بتشوف هياكل ومعابد وحمامات وشوارع قديمة اللي هو الستايل الروماني بتشوف من هذه الجهة الجيمنازيوم المركز الرياضي لانه كانت مدينة رياضية وايضا بتشوف من ورائي طبعا البازيلكا او بيت القضاء الاعمدة من رخام وهذه كانت مغطاة وفي وقت لاحق البازيلكا اصبحت كنائس او تحولت الى كنيسة حتى في بعض الاماكن تستطيع ان ترى صليب نفس الستايل البيزنطي اللي استمر بهذه الطريقة لكن بتشوف الاوديوم او البوليتوريوم اللي هو المسرح الفني الموسيقى والفن بيتسع لالف وسبعمائة شخص لكن المدينة تعدادها كان خمسمائة ستمائة شخص كانوا بيقوموا ايضا في محافل القضاء او البحث في قضايا المدنية او محاكم معينة او محافل معينة وطبعا بياخدوها لبيت القضاء اللي هو المحكمة العليا السوبريم كورت اللي مكان موجود معبد يعني نفس المعبد هو تحول كمان لقضاء اكبر في معابد كثيرة معبد الالهة روما ومعبد فيستيا واحنا على معبد ايسس الالهة المصريين فهذه الحضرات كلها كانت متجمعة في هذا المكان